شاركت سعادة الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن بعد في المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية والذي انعقد على مدى يومين بالمملكة الأردنية الهشمية وفي كلمة لها خلال المنتدى أكدت الفاضل أهمية سياغة وإقرار تشريعات جديدة تسهم في النهوض بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وتشجع القطاع الخاص على الانخراط أكثر في مشروعات الأمن الغذائي واستثمار موارده بشكل مستدام بما يحقق الاستجابة للتوجيهات السامية من لدن حضرت صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم برفع مستوى الأمن الغذائي في مملكة البحرين من خلال وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء وجددت سعادتها الدعوة لضرورة تبني الجهة الأممية المعنية إطلاق السنة الدولية للأمن الغذائي من أجل حجد الجهود العالمية لتكثيف الاهتمام بكل ما يعزز من المخزون الاستراتيجي للغذاء في البلدان وإبرام شركات ناجحة ومؤثرة في مجال الأمن والنظم الغذائية